هنا العراق وهذا تشرينه المستحق لكنه استحقاق فوجئ به العراقيون والعالم أجمع بعد أن حقق العراق أول انتخابات في تصويتها الخاص كعملية خالية من الفوضى التي اعتاد الشارع العراقي على عيش تفاصيلها في سنوات فقدت فيها الديمقراطية التي يريدون وفي يوم التصويت الخاص الذي شارك به أكثر من مليون ناخب من القوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون شهدت الساعات الأولى إقبالا كثيفا على مراكز الاقتراع وسط إجراءات وصفها مراقبون بالأولى من نوعها من حيث غياب الفوضى والمخالفات الجسيمة التي وقعت في انتخابات سابقة 2899 محطة انتخابية ضمن 687 مركز انتخابيا عكست الإجراءات المتبعة فيها جهودا مشتركة تكللت بالنجاح بين المفوضية والمراقبين الدوليين والقوات الأمنية التي ثمن جهودها رئيس الجمهورية والحكومة بعد مشاركة فاعلة عكست الدور الوطني الكبير تغريدة رئيس الجمهورية برهم صالح ركزت على اليوم الكبير بالعرص الديمقراطي الذي ينتظره العراقيون والمهمة الوطنية التي تنتظر القوات الأمنية الباسلة في حماية أهم حدث تاريخيه أما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد أعلن عن نجاح المشاركة الانتخابية في الاقتراع الخاص مؤكدا أنها خطوة أولى على طريق استكمال الواجب الوطني وصنع التغيير تفاصيل يوم مهم كشفت عن ملامح نجاح ساحق سيشهد العراق في انتخابات دشرين الاستثنائية وقرارات صارمة حسم فيها أمر المزورين والمخربين بقطع رسائلهم وأهدافهم المسمومة سيما قرار رئيس الوزراء الذي أكد على منع الترويج لأي مرشح خلال الانتخابات والحرص على أن تبقى القوات الأمنية في صورة وطنية مشرقة لصناعة عهد مشرق جديد اشتركوا في القناة